خمسة بخمسة خمسة لله خمسة لعبد الله لذلك من أعظم الأذكار الحفاظ على لا حول ولا قوة إلا بالله قال ومن فوائدها والله يا أخوانا جمع هذه الفوائد لكن جمعها في مكان واحد سبحان الله يعطي الإنسان دفع أن يحافظ عليها قال من فوائدها خصوصا حينما يقولها موقنا بهذا الخير المترتب عليه قال ما رواه أبو داود عن سيدنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله يعني أنا في مخرجي هذا استعنت بالله بسم الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كم كلمة 12 كلمة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال إذا قالها يقال له الملائكة تقول له حسبك والله هذه الكلمات بكفوك حسبك يعني يكفيك قد هديت وكفيت ووقيت هديت ما عدت في ضلال وكفيت كفاك الله شر كل شيء ووقيت يقيك يقيك الله عز وجل شر كل شيء هديت وكفيت ووقيت ويقول شيطان لآخر يعني يبدأ يتعرض له هذا الشيطان بالسوء فيقول له كيف لك يعني يعني كيف لك تتعرض له بالسوء كيف لك برجل قد كفيا وهدي ووقيا وسبحان الله الشيطان بنسيك لما بدك تطلع من البيت بنسيك هذا الذكر مع أنه هذا من أهم الأذكار حينما تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله المرأة الآن تطلع من بيتها لا تطلع لحتى تقول هذا الدعاء تنساه اكتبه على شفية ورأة وحطه على باب البيت من الداخل حيث أول ما تطلع بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ملاحظين كيف يعني الشرور والشدائد والمحن التي تأتي علينا أولى واطلع وتبكل على الله مع الصدق وحسن اليقين بالله سبحانه وتعالى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أخيرا ومن فوائدها شوفوا ما أحلى هالكلام قال من داوم عليها وجد قوة في بدنه هذا الأمر مجرد مجرد وجرموه كمان من داوم عليها مثل الاستغفار تذكروا بالاستغفار أن الذي يداوم مع الاستغفار يجد في بدنه قوة كان في آية ويزدكم قوة إلى قوتكم هذه الكلمة من داوم ما عليها وجد قوة في بدنه وقد ورد في الأثر أن الملائكة اللي هنا انحملت العرش لما أمروا بحمل العرش هو العرش يا أخوانا شو هو العرش عرش الرحمن ثم استوى على العرش شو هو العرش هو أكبر خلق الله على الإطلاق في الحديث لعلكم تحفظونه مثل الأراضين السبع أمام السماوات السبع كمثل حلقة مفرقة ملقاة في صحراء حلقة حديد مفرقة زتناها بالصحراء تبع الربع الخالي قد يش بتمثل هذه الحلقة من الصحراء قال ومثل الأراضين السبع والسماوات السبع أمام كرسي الله كمثل حلقة مفرقة ملقاة في صحراء هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض شيء عجيب يا أخوانا الأرض لحالة مليار كيلو متر مكعب والشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة وهذه شمس أصغر كوكب أصغر نجم في المجرة في مجرات يعني هائلة وعظيمة وهذه كل السماوات قال وسع كرسيه وسيدنا عبد الله بن عباس يقول الكرسي موضع قدم الرحمن الكرسي موضع قدم الرحمن ما بدنا نتصور كثير أنه ليس كمثله الشيء قال ومثل الكرسي أمام عرش الله كمثل حلقة مفرغة ملقاة في صحراء فالعرش يبدو يكون قال والرحمن وعلى العرش يستوى ذلك يا شباب هذا هو الله حتى نعرف من هو الله ذو العرش اسم حاله ذو العرش ذو العرش يعني صاحب العرش وانت تعرف شو ماناة العرش ماناة دير بالك منه كسابودو أحبه تقرب منه أكثر من ذكره توكل عليه وشوف العطاء والخير استقيموا ولن تحصوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا على أمر الله ولن تحصوا من الخير الذي سيأتيكم والكرم الإلهي قال لما أمر الملائكة بحمل العرش قالوا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك كيف نحمل العرش فقال الله عز وجل وعليه عز وجل لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقالوها فحملوا العرش أطعهم قوة لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بقوة الله العلي العظيم فقالوها فحملوا العرش اختم يا أخوان نبي طبعا فوائد كثيرة جدا جدا وأهمها تفريج الكروب تفريج وتحول الأحوال من ضعف إلى قوة من ضيق إلى فرج من شدة إلى ساعة من فقر إلى غنى ما بتنوي؟ الله عز وجل بكرمك لما بتقع بمعضلة قل لا حول ولا قوة إلا بالله لتفريج هذه المعضلة تجدها عم تتفرج مثل ما صار مع سيدنا مين؟ مالك ابن عوف ابن مالك الصحابي الابن اسمه مالك وأبوه اسمه عوف ابن مالك هذا الكلام موجود في كتب التفسير في تأويل وتفسير قول الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عوف ابن مالك ابن عوف راح بسرية مع الصحابة بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزات أو سرية الغزو إلا ما بيكون النبي عليه الصلاة والسلام معهم لما ما بيكون معهم مع الصحابة شو بسموها؟ سرية قال فعاد الأصحاب لكن مالك ابن عوف أسر أسروا الأعداء وهو وحيد أمه وأبيه ما في عندهم غيره قال فذهب بعد أيام ذهب مالك ابن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عوف ابني قد خرج في سرية كذا ولم يعود وقد أسره الأعداء والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مراحل الدعوة الأولى يعني ما كان في عندهم قوة يستطيعوا يجابه بشأن يجيبوا الأسير أو يبادلوا أسرى بأسرى فقال اصبر واحتسب أنت وزوجتك وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله رجع مالك ابن عوف لعند زوجته قالت ما أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الحل قال أن نكثر وإياك من لا حول ولا قوة إلا بالله فتركوا كل شيء وبدأوا بهذا الذكر يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما ورد في الذكر قال فأول يوم اليوم الثاني اليوم الثالث وهم يكسرون من هذا الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله قال وفي فجر اليوم الرابع إذا بالباب يطرق بعد الفجر فقام مالك ابن عوف ففتح الباب فوجد ابنه عوف على الباب ومعه ومعه مئات الرؤوس من الأغنام والإبل والبقر ماشين وحتى ملأ فناء الدار ملأ فناء الدار قال ما هذا قال يا أبتاه منذ أيام ثلاث شوفوا يا أخوانا بالتوقيت اللي بدأوا فيه بلا حول ولا قوة إلا بالله قال منذ أيام ثلاث طبعا أسروا القوم وقيدوه بالأغلال والحديد قال لكن منذ ثلاثة أيام وقد بدأ القيد في رجلي ويدي بالتوسع قيد حديد شو لي بيعوسعه لا حول ولا قوة إلا بالله قال فتوسع شيئا فشيئا ففي هذه الليلة انكسر هذا القيد ثلاثة أيام انكسر القيد من رجلي فقمت واستغفلت الحارس وخرجت فوجدت ناقة فركبتها وأسرعت إلى المدينة قال فمررت بسرح القوم شو سرح القوم يعني الأغنام والإبل والأبقار اللي عمي يرعوها حاطين بمكان معين قال فمررت بسرح القوم فصحت بها فاتبعتني صرخ بالإبل والبقار فكروا بقى أنه هذا صاحبها فسارت خلفه قال وكأني تحملني أجنيحة الملائكة من كتر السرعة اللي سرع فيها حتى وصل إلى بيته وهانا بين أيديكم انطلق مباشرة سيدنا مالك بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك قال يا رسول الله جرى كيت وكيت وكيت وجان من البقر والإبل والغنم ما يعني لا نستطيع عده فنزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الحادثة ومن يتق الله يجعل له مخرجا قيد حديد انكسر ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لذلك يا أخوانا قال ماذا أصنع بهذه الإبل وهذه الأغنام والأبقار وقال اصنع بها ما تصنع بمالك الله ساقها إليك وهذا رزق ساقه الله عز وجل إليك فيا أخوانا تغيير الأحوال وتبديل ما يطرأ على الإنسان من شدائد وبحن ما الذي يغيرها لا حول ولا قوة إلا بالله أديش يعني بنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أضعف الإيمان قال علماؤنا مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء تمسك مسبحتك قول لا حول ولا قوة إلا بالله ما يعني يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة يعني أديش مئة مرة يعني خمس دقائق حتى الواحد ما يكثير يضعونه مئة مرة يعني خمس دقائق خمس دقائق في الصباح خمس دقائق في المساء واذا ساويت معهم مئة مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله مئة مرة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله مئة مرة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا إذا ما عندك شيء واذا حبيت على أمر معين بدك تزيله بقوة الله عليك بأن تكثر وأسأل الله أن يلهمنا أنا وإياكم نكثر حتى الله يحول حالنا وحال الأمة إن شاء الله من شدة إلى فرج ومخرج إن شاء الله تعالى فلا حول ولا قوة إلا بالله لكن قالوا قالوا كمان في بعض الناس يخطئ بقول هذه الكلمة فيقول لا حول الله ما بنسمع بعض الناس بقول لا حول الله لا حول الله قلاط لا حول الله يعني أنك تنفي الحولة والقوة عن الله سبحانه وتعالى وفي بعض الناس يقولها عند المصيبة تنزل في مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه ليست للمصيبة هذه كلمة للاستعانة ما اسمها كلمة استعانة بدك تستجلب عون الله ومدد الله أما عند المصيبة ماذا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أما تنزل المصيبة فيك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أما حينما تريد تبديل حال إلى حال وعينما تريد العون من الله سبحانه وتعالى أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى في حديث حيكم يا أختم به قال روى الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله عبادة بن الصامت قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه من تعار من الليل ما يعني تعار من الليل استيقظ وتكلم التعار من الليل هو الاستيقاظ مع الكلام من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني حفظتوه أول وحدة خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحييه الميت وهو على كل شيء قدير ثم الباقيات الصالحات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثم كلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله شوف النتيجة بقى قال ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا بأي دعاء استجيب له استجيب له إذا معناتها إذا بدك دعاء مضمون الإجابة وتبتقوم من الليل شو بدك تقول نسيتها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا دعوت بأي شيء يستجيب الله وهذا في صحيح البخاري قال وَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ أنا متفز من صلي ما بنعرف آه في قبول ما في قبول هم في تأكيد إن شاء الله ما ينسيك يا هم الشيطان يا أبوائي أول ما بتقوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حبصته طيب قال فإن دعا أو قال اللهم اغفر لي افتجيب له هاي باب تأكيد الدعاء واستجابته وإن توضأ وصلى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ اللهم يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يجعلنا ممن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله والله يا أخوانا كلمة حلوة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وبينكم الله هو الفعال لما يريد فيها هذه الكلمة إذعان واستسلام لله يعني حقيقة الله هو الذي يفعل ما يريد لا تدبر لك أمرا خليها يعني توكل على الله لذلك يقولها الله عز وجل أسلم عبدي واستسلام وصلى الله على سيدي